بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم لمادة التربية الفنية للصف الأول الابتدائي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الثاني معكم المعلمة أمل التمامي اليوم بإذن الله سنتطرق الموضوع الطباعة بالأثر رقم سبعة الطباعة بالأثر رقم سبعة في البداية سأذكر بآداب الدراسة عن بعد أو القوانين التي لا بد أن نتبعها أثناء الدرس وهي أجلس بشكل صحيح على الكرسي ونلاحظ أن الصورة التي باللون الأخضر هي الجلسة الصحيحة التي لا بد أن نتبعها أما الصورة التي باللون الأحمر هي جلسة خاطئة يجب أن نتجنبها لأنها تؤذي العامود الفقري أيضا أستمع لتعليمات المعلمة عندما تقوم بالشرح أكون مركز معها حتى أعرف ما هو مطلوب مني وأؤدي العمل بطريقة صحيحة مع المعلمة أتبع التعليمات بالتسلسل المقصود بالتسلسل اللي هو التدرج أو الترتيب أثناء تنقل الخطوات عندما تبدأ المعلمة الخطوة الأولى أبدأ معها وكن مركز معها وكن بتنفيذ الخطوة ثم أنتظر حتى تنتقل المعلمة للخطوة الثانية بعدها أنتقل معها بالترتيب أطلب من ولي أمري متابعة نشاطي وطلب المساعدة خاصة في بعض الأنشطة الفنية نستخدم الأدوات الحادة مثل المقص أو المشرط أو الصمغ الكهربائي لذلك لا بد أن تطلب المساعدة من من هم أكبر منك سنة سواء كانت الأم أو الأب أو الأخت أو الأخ أهم شيء أحد كبير يقوم بمساعدتك في هذه الخطوات في الأخير أحافظ على نظافة المكان والملابس عندما أنتهي أقوم بتنظيف الطاولة تخلص من الأدوات المستهلكة التي لم أعد بحاجة لها أرميها في سلة المهملات وأقوم بإرجاع الأدوات إلى مكانها الصحيح حتى يصبح المكان نظيف كما كان هذه هي أدابة الدراسة الآن سنبدأ بدرس اليوم اليوم سنتعلم صناعة قالب طباعي لنقل زخرفة الأشكال الهندسية سنبدأ أولا بالهدف العام أن يطبع الطالب والطالبة أثر قالب صناعي لنقل زخرفة الأشكال الهندسية أما عندنا الأهداف التدريسية أن يذكر الطالب والطالبة معنى الطباعة بالأثر أيضا يعدد الطالب والطالبة بعض القوالب الطبيعية والصناعية للطباعة بالأثر ثم يعدد الأشكال الهندسية أما الهدف رقم أربعة أن يصنع الطالب والطالبة قالب من زخرفة الأشكال الهندسية أما الهدف الأخير رقم خمسة أن ينفذ الطالب والطالبة إجراءات الطباعة بالأثر تعرفنا سابقا على الطباعة بالأثر وعرفناها بأنها هي استخدام قوالب طبيعية قوالب طبيعية تكونت دون تدخل الإنسان أو قوالب صناعية هذا الشكل الآخر رقم اثنان التي تكونت بتدخل الإنسان كوسيط لنقل اللون والزخرفة الموجودة في القالب إلى الأسطح المختلفة وعددنا هذه الأسطح بإمكان أن يطبع على الجدران على الملابس والأقمشة على الأثاث على علب الهدايا على بطاقات الدعوة أو التهنئة على علب التي تحتفظ بها داخلها الأقلام كل هذه بإمكاني أن أطبع على هذه الأسطح المختلفة ضربنا أمثلة لبعض الأدوات الطبيعية المستخدمة في الطباعة مثل أوراق الشجر الصناعي أو الطبيعي القواقع، العملات المعدنية والخيش وأيضا ضربنا أمثلة على الأدوات الصناعية المستخدمة في الطباعة بالأثر مثل أوراق الاستنسل والقوالب الجهزة التي نشتريها من المكتبات أو القوالب التي نقوم بصناعتها من خلال تصميم شكل معين من الزخرفة مثل الشكل الذي أشير عليه الآن مثلنا فيه شكل الورقة بتصميم أو تدخل الإنسان إذن هذا الفرق بين القوالب الطبيعية والصناعية أحضرت لكم مجموعة من هذه القوالب الطبيعية والصناعية لاحظوا هنا عندي قوالب طبيعية مثل قماش الخيش أيضا أوراق الشجر، القواقع، كل هذه تعتبر أشياء طبيعية لم يتدخل فيها أو توكونت بدون تدخل الإنسان القوالب الصناعية التي تم تنفيذها من خلال الإنسان مثل هذا القالب الذي على شكل ورقة أيضا أوراق الاستنسل وأيضا مثل هذا القوالب الجاهزة التي نشتريها من المكتبات على أشكال مختلفة مثل شكل وردة، شكل منزل وغيرها من الأشكال هذا الفرق بين القوالب الطبيعية والصناعية نأتي لتسمية الأشكال الهندسية تعرفنا على الأشكال الهندسية في مادة الرياضيات الآن سنقوم بمراجعتها سويا نريد منكم تسمية الشكل الأول أحسنتم مربع ثم دائرة ثم مستطيل أما الشكل رقم أربعة فهو المثلث إذن هذه هي الأشكال الأربعة التي بإمكاني أستخدمها اليوم في تشكيل القالب الصناعي طيب أول خطوة في صناعة القالب يجب أن نعد تصميم للوحدة الزخرفية يعني أفكر أولا بإعداد التصميم يمكن أن نبتكر وحدات كثيرة من الأشكال الهندسية بحيث مثلا ممكن أضع مثلث، مستطيل، دائرة أي شكل من الأشكال الهندسية أبدأ أرسم هذه الأشكال مثل هذا الشكل اللي عندي في الخطوة رقم اثنان رسمنا أشكال مثلثة لاحظوها في الصورة هنا أشرت عليها بالسهم وشكل أيضا خطوط مستقيمة تكونت منها وحدة زخرفية من خلال استخدام مادة الفلين اللين أو الطري الخطوة الثالثة نأتي لقص هذه الوحدات التي قمنا برسمها باستخدام المقص يجب طبعا أن نكون حذرين عند استخدام المقص حتى لا نؤدي أنفسنا أو نطلب المساعدة ممن هم أكبر منا سنا الخطوة الرابعة هنا نبدأ برسط الوحدات على قطعة كرتون بالصمق في شكل وحدة زخرفية يعني أمثل شكل وحدة زخرفية طيب نأتي الآن لدور الطباعة في الخطوة الأولى نضع اللون بالفرشاء على الإسفنج في القالب الطباعي لاحظوا هنا نضع اللون على الوحدة الزخرفية التي قمنا برسمها ثم نقلب القالب ونضغطه بخفة فوق الورق أما الخطوة الثالثة نرفع القالب بحرص شديد الخطوة الرابعة نكرر العملية عدة مرات كما نحب بإمكاني أن أضع مثلا قالبين أو ثلاثة أو أكررها أكثر من مرة هذه هي الخطوات التي سننفذها اليوم بإذن الله لصناعة القالب الصناعي طيب خلونا الآن نبدأ بالتنفيذ العملي شرحنا لكم القوالب الصناعية والطبيعية سأزيلها الآن من هذه الطاولة حتى نبدأ بتنفيذ اللي هو نشاطنا لليوم صنع القالب باستخدام الفلين هذا هو الفلين لاحظوا طري أقدر أثنيه بعكس الفلين الصلب هذا هذا الفرق بين الفلين هذا الطريق اللي رح أرسم عليه باستخدام القلم أرسم أشكال هندسية لنشاطنا أستخدم نفس الأشكال الهندسية الموجودة في الصورة استخدم أي شكل من الأشكال اللي أنت تحب وتفضله مثلا أنا سأرسم مثلثات ومثلا دائرة مثلث مثلث وأكون بها وحدة زخرفية على شكل وردة ثم أرسم مثلا دائرة طيب خلونا الحين نشوف رسمنا في هذه الخطوة على الفلين نبدأ الآن بعملية القص هنا ستطلب المساعدة ممن هم أكبر منك سنن أو أنك تستخدم المقص البلاستيكي إذا لم يقص المقص البلاستيكي على قطعة الفلين بإمكانك أن تستخدم هذا المقص لكن بإشراف الأهل طيب خلونا نبدأ الآن نقص المثلثات اللي قمنا برسمها على الفلين الطري طبعا نكون حذرين أثناء القص إذا احتجت تستخدم المسطرة عند الرسم لا مانع إذا كنت متمكن من الرسم الأشكال الهندسية بإتقان بإمكانك أن ترسمها رأسا على قطعة الفلين عندي الآن مثلث واحد اثنان وهنا ثلاثة أيضا هنا عندي قطعة رقم أربعة وزيل الزائد من الفلين الآن نقص الشكل الهندسي دائرة حتى أكون شكل هندسي أو وحدة زخرفية على شكل وعدة طيب الآن انتهيت مقص الفلين والرسم نأتي إلى إيش اللي هي نقطة لصق هذه القطع التي قمت برسمها وقصها بالمقص على قطعة الفلين أو قطعة كرتون مثل هذا الكرتون حسب المتوفر عندك أنا راح أستخدم قطعة الفلين هذه وأبدأ أكون وحدة زخرفية باستخدام هذه الأشكال الهندسية اللي رسمتها وقصيتها اللي هي عندي مثلثات أربعة واحد اثنان ثلاثة أربعة وعندي سأضع في الوسط المنتصف حتى يكون عندي شكل وردة طيب أبدأ بعملية لصقها بالصنغ هذا أول مثلث ثاني مثلث وأضغط عليها حتى أتأكد من أنها مسكت بقطعة الفلين هذا المثلث الرابع بعدها أبدأ ألصق الدائرة في المنتصف كذا أنا الآن كونت تصميم من استخدام الأشكال الهندسية طبعا الآن أنا ما أقدر أستخدم هذا القالب لازم أخليه يجف الصنغ لذلك أنا عملت مسبقا نفس القالب نفس القالب هنا لاحظوا استخدمت فيها المثلثات ودائرة في المنتصف سأستخدم القالب اللي عملته مسبقا لأنه يعتبر الصنغ جاف الآن سأبدأ بوضع اللون وسأستخدم فرشات رسم طبعا نحضر الورق اللي رح نطبع عليه كراسة الرسم وأبدأ أضع اللون على قطعة الفلين اللي أنا رسمتها على فقط الجزء البارز هذه القطعة الثالفة للفلين نضع عليها اللون المثلث الأخير أيضا نضع عليه اللون فقط الجزء البارز نأتي لشكل الهندسي دائرة أيضا أضع عليه اللون الآن وضعت اللون على جميع الأشكال الهندسية أبدأ الآن بعملية الطباعة وأضغط على القالب حتى أتأكد من أن اللون ثابت على الورقة لاحظوا الآن هذا هو الزخرفة التي ظهرت بإمكاني أن أستخدم التكرار بحيث أن أكرر نفس الشكل أكثر من مرة لكن وضحت لكم الآن الصورة من خلال استخدام القالب وكيف صنعناه وأيضا عملية الطباعة ليظهر أثر هذا القالب على الورقة هذا هو درسنا اليوم أتمنى أن يكون درسي اليوم مفيد لكم أعزائي الطلاب والطالبات لكن لا ننسى أعزائي والأمور تعميم المهارة في المنزل مع ابنك وابنتك أيضا لا ننسى تقديم المساعدة التي يحتاج لها الطالب والطالبة سواء كانت مساعدة جسدية أو لفظية أو إيماءات أيضا لا ننسى عملية النمذجة بحيث أنك تعمل أمام الطالب التنفيذ حتى يعرف ما هو مطلوب منه وأيضا لا ننسى تقديم عبارات الثناء والمدح حتى يشعر بالثقة بالنفس والنجاح كانت معكم المعلمة أمن التمامي أراكم في الحصة القادمة مع السلامة